أعطوني الاسم ما شئ هو هذاك سيدة نائبة السعدية تفضل السيدة النائبة المحترم شكراً سيد الرئيس سيد الوزير محترم يسعدني ويشرفني في هذه اللحظة أن أشارك بدوري مع الزملاء والزميلات في مقاربة موضوع حيوي مهم مصير ببلادنا يتعلق بالواقع الصحي ببلادنا وبارتباطاته بمجالات متعددة وأساسية ومن بينها منظومة تحكم الدم لا يخفى علينا جميعاً وقبل أن أخذها في النقاش أو في إدلاء رأيي الفريق الاشتراكي أولاً أشكر هذه اللجنة هذه اللجنة التي قامت بهذا العمل الجبار في الواقع بواحد الموضوع الذي في البرلمان لأول مرة في إطار رقابة الشريعية كان هناك سلسلة من المهام الاستطلاعية المهمة جداً كل مرة في تاريخ الشريع دينا أننا نقاربوا واحد المجالات مهمة وهناك نحيي أنا بقدر ما نحيي رئيس البرلمان نحيي المكتب لالبرلمان كذلك، مكتب الرئاسة نحيي الزميلات والزملاء الذين يقوموا بواحد العمل النضالي في الواقع هذه المهم الاستطلاعية هي عمل نضالي يتجاوز المهم الرقابية لأنها تفتح عتمة نوافذ مهمة في بلادنا لا كنا نعطيها أعمية لا كنا نعتبرها بأنها أساسية ومهمة في حياتنا وفي تطوير مجتمعنا هذا في الكاريتة شكلت لنا فرصة حقيقية لكي نقف على واقع الاختلالات الجمّة التي تحيط بنا وبالتالي أن مقاربة هذا الموضوع منظومة التحق الدم في بلادنا بوظائفها ومهمها المتعددة وبارتباطتها وبأبعادها الإنسانية الصحية والاجتماعية والثقافية والثقافية لأنها تبرع تقافة تبرع تقافة هو وحي متقديم هو مؤشير على أننا فعلاً إذا كانت هذه المنظومة تحق الدم تعرف اختلالات وهي عديدة على مستوى الحكامة على مستوى النقص في الموارد البشرية على مستوى الجانب الشريعي القانوني المؤطر لها على مستوى مدى إمكانية وقدراتها الذاتية والمؤسساتية في النهوض بوظائفها بما تستلزمه هذه الحكامة وبما يؤثر فعلاً على صحة المواطن باعتبر الصحة هي حق باعتبر الصحة حق وباعتبر الدولة رهم سؤولة على ضمان هذا الحق فبالتالي كان أعتبر على أن هذه المنظومة هذه المنظومة تحق الدم كل هذه المجالات فهي هذه المهمة التي تظهرها وقفت بالملموس بشكل ميداني وبالملموس على واقع هذا المنظومة وكان من الضروري كما قلت أنها توقف على طبيعة هذه الإشكالات وطبيعة هذه الاختلالات التي تنخر هذه المنظومة من المؤكد أن هناك إنجازات لأن هناك موارد بشرية واقفة تقدم العملها رغم رغم أنه لا تتوفر العديد من الشروط والمستلزمات التي ستجعلها ترقع بالأداء والضاعف هذه الإنجازات هذه الإنجازات ما الذي يجعله أننا نعتبر على أنه لا بد كان من الضروري أن نستحضر في إطار حماية الأمن الصحي ببلادنا في إطار استدامة هذا المرفق رد دم هو الحياة رد دم هو الذي يحفظ على النوع الإنساني استمرارية النوع الإنساني هذا هو الذي يعطي هذا هو الذي يعطي الإنسان يعني مقومات وجوده كإنسان ولا ملقش يموت يموت وبالتالي مسؤولية الحفاظ على مخزون الدم مسؤولية أن هناك منتجات أدوية من الدم هذه مسؤولية جاسيمة وعظمة أي واحد من أي موقع يخل بهذه المسؤولية فهو يعطي كلفة باهضة كلفة باهضة لحياة المواطنين كلفة باهضة أننا لا نستطيع أن نكون مع الدول التي تحقق نسبة عالية في تخزين هذا الدم وفي استخراج الأدوية النافعة من أجل مواجهة الأمراض ومواجهة الكوارث إذاً إذا استحضرنا غير هذه الأبعاد هذه المهام ووظائف الجاسيمة وبالتالي قلنا بأننا من مسؤولية الدولة ومن مسؤولية الحكومة ومن مسؤولية المسؤولين في كل موقع أن هذا المركز ساحق الدم وهذه المراكز الجهوية أننا لا تريد تعرف تبينات وأننا لا تريد تعرف تغتيلالات وأنها تريد تعطي كل شرط المسلزمات لأداء مهمها على أحسن وجهه لكي تتنافس بشكل متكافئ لأن اللبان من خلال القراءة السابقة على أن مقومة الإنصف ومقومة تكافؤ الفرص لا يوجد أيضاً كانت مفارقة عجيبة ما معنى أن وزارة الصحة تشري منتجات الأدوية بأتمينة باهضة ومسكينة مكبلة معاقة لا تستطيع أن تدخل في مجال المنافسة وشركات خاصة تلاحف وكتكون وكتربح هذا هو الملعن بكل ويسمحوا للسيد الوزير أنا أتكلم مع ما مسؤولية للسيد الوزير هذا هو المصار الذي يرى هذا ويصل إلى مستوى الذي لم يكن ممكن أنه يمكن أن نقف على أختي اللالاتون وقالوا بأن القانون لا يستجب لكن لا يستجب لا يستجب لا يلائم التطورات القانون لا يستجب لا يوجد إشتجاب المعايير الدولية المعمول بها الموارد البشرية 60% في التقاعد ما يعطوه هذا؟ هناك الشبب الذين يريدون أن يتشغلون هناك الكفاءات ما هو عبادة تحاكم هذا؟ كما ذكرت زميلتي التي أخبرتها حماية الشباب لا يمكن أن نقوم بالفاتحة رخص هذه الأسس هذه المرتكزات الأساسية لنظام صحي عادل ومنصف بوصفه حق لتحاكم الدم ومخزون الدم الذي يكون لأن المغاربة لا يستجبون ويستجبون المستشفايات يقولون أنه يأتي فاصيلة أخوك أو أمك هذه الفاصيلة ستقلب عليها ما هذا؟ ستقولون لا يمكن المطلوب المطلوب هو أننا فعلا تبنى استراتيجية محكمة لا نظروا عن استراتيجية لا استراتيجية حقيقية لا استراتيجية حقيقية كتستجب المتطلبات الارتقاء بالمرفق الصحي لأن هذا يبين اختلال المرفق الصحي نافدة نطلبها على واقع الصحة بلادنا لا تبقى لا تبقى لدينا أمال لدينا المواطن لا في المرفق الصحي ولا في هذا المراكز ولكن هذا المراكز يجب أن نمكنها من الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية ومن كل الوسائل الضرورية القانونية والضمانات والمالية والبشرية يجب أن نهض هذا المراكز يجب أن تنهض بوظائفها الحيوية بوظائفها المصيرية في ارتقاء بالصحة المواطنية وفي استدامة هذه الصحة لأن استدامة هذه المخزون هي مسألة أساسية وضرورية وحيوية لا يجب أن يكون عجز في هذا المخزون يجب أن تنهض استدامة ومتبصرة ورؤية حكيمة ومتبصرة لتنهض إذا كانت الوكالة ستتحقق لنا هذا المجال يجب أن تكون برك علينا من فئة تستفيد من هذا الوضع القائم أكيد أن فئة معينة أو شركة خاصة تستفيد من هذه الاختلالات القائمة ويكون كلها باهظة على صحة المواطن وعلى هذا المرفق إذاً فقصنا الارتقاء بالوضع أو بالقدرات الذاتية والمؤسساتية لهذه المراكز فقصنا نجيب الجانب الشريعي نطورون غيرون عدلون جودوا القوانين لكي نستقطبون الكفاءات نستقطبون الشباب وتقرر هذا الشعب لكي نضمن هذا المراكز لكي ترتاقب وظيفتها لدينا ثقافة جديدة ما هي؟ لا يوجد ثقافة التبرع التطوع التلقائي يجب أن يجب أن المواطنين يجب أن نرى أفواج وأفواج تبرع المواطنين لم يتمثلون السائد في بلادنا يجب أن يستحق الدم لا يوجد أي شيء والأمراض أن المغاربة رأى شعب التضامن وبالتالي فالاستثباب هذا التضامن والتماسك المجتمعي هذا التبرع وهذه بركة الصحة يجب أن يكون فرصة لأننا نقطع مع تدبير والحكامة الكلاسيكية والحكامة الغير جيدة وأننا نرسي المرفق صحي حقيقي أم الموس يتقوا فيه المغاربة ويتقوا في هذه المركز وفي أداءها شكرا شكرا سيدنا إبار المحترمة